المطلوبة أولاً هو تصحيح الظلم التاريخي الذي تعاني منه القارة الإفريقية باعتبارها الغائب الوحيد في فئة الأعضاء الدائمين والأقل تمثلاً في فئة الأعضاء غير الدائمين لذلك تطالب إفريقيا بحقها في الحصول على مقعدين دائمين بالإضافة إلى مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن مع جميع الامتيازات المرتبطة بهذه المقاعد أن المطلوب ثانياً هو عملية إصلاح تعيد للمجلس فعاليته وقدرته على التحرك في وجه التهديدات المتنامية للسلام والأمن الدوليين وبالتالي ضرورة بلورة تصور يمكن هذه الهيئة الأممية من النأي بنفسها عن التجاذب والاستقطاب والتركيز أكثر على دورها ومسؤوليتها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة أن المطلوب ثالثاً هو إصلاح لا يقتصر على تحقيق مجلس يكون أكثر تمثيلاً للدول النامية وعلى رأسها إفريقيا بل يتعدى ذلك ليشمل جميع المسائل المتعلقة بأسريب عمل المجلس واستعمال حق النقض والتفاعل بين المجلس والهيئات الأممية فمجرد توسيع العضوية لا يضمن الفعالية المطلوبة ما لم يتم تحسين القواعد التي تحكم عمل المجلس فالتمثيل دون الفعالية لا يكفي والفعالية والنجاعة المطلوبة دون التمثيل المناسب لا تحقق الهدف اشتركوا في القناة